الجيش المصري أخذ كمان في حرب اكتوبر يمكن قبلها خط حرب نفسية كبيرة يعني من 67 لحد النصر كان الجيش عايش في حالة يمكن انفصل عنه الشعب شوية وبقى الجيش بيعمل كل التجهيزات لحد ما التحم الجيش والشعب قبل الحرب فدي كانت حرب نفسية كبيرة كمان على الجيش المصري ازاي قدر الجيش يعني يمكن جمال فيلم الممر انه ذات رجلقية نحن شفنا من خلاله الروح النفسية كتعاملة ازاي للقاتل وازاي تم استعادة الروح دي ومعايا تم استعادة روح الشعب كمان اللي هو جزء من الجيش لا ينفصله ابدا يعني انها فعندما اقولها بس عشان اكل معلومة الحضرتك اللي قلتيه قالها يمكن سيد العميد ياسر واحدة في احد اللقات مع السيد الرئيس نحن جيش من نبت شعب محرم على نسائه او على ارحام نسائه ان جاب غير الرجال فانطلاقا من هذه المقولة اقدر اقول له حضرتك لما جينا نحارف في 73 يعني قهرنا المستحيل وحققنا الاعجاز الذي يتنظر به العالم حتى الان صحيح حينما يقوم المقاتل المصر والعربي بعمل سيخي تماما انه هو ان شاء الله قادر وان شاء الله حينفز هذا الكلام طيب الحالة النفسية اللي كان بيتعرض لها المقاتل المصر وكيف انت جاوزها فكرة القائد الملهم والقائد الموجود مع جنوده والذي يصابقهم للعمل الفدائي كانت فيه عمالية حربة في اثناء حرب للتنزاف اعمال غير عادية عبر القناة يكاد يكون يومي ببعض مجموعات القتال وتنفيذ مهام في عمق العدو يعني ساعتك من شهر اكتوبر من شهر يونيا لشهر اكتوبر المدمرة الات وتوالى الاعمال التي كانت من شأنها يعني اقول ايه الروح المعنوية العالية للمخاطر زائد التحفيز وفي نفس الوقت القيادة السياسية الوعية اللي استطاعت ان تخدع العدو بخداع الداخل مفيش حرب مفيش حرب فكان الاحساس لدى المواطن كان اقول اتصارة والحالة النفسية للمواطن في الداخل بيطالب الرئيس الجمهورية بالقتال هنحرب امتى هنحرب امتى هنحرب امتى هنحرب امتى وتطلع محاولات احنا عبر جاهز نفسي واعد نفسي انا في ست سنوات يا فندم كانت النص من سبعة وستين لثلاثة وسبعين ست سنوات دا استحالة بعد كل هذا يعني هذا التجهيز والاعداد من قبل العدو للمواقعه لكن انا تجاوزت هذا الكلام فالعمال البطولية اللي تمت اثناء ما راح عربه للسنزاف المعارك اللي كنت بخش فيها حالات العبور اللي كان بيتب اول باول اصرار المقاتل على انه لازم يروح عشان يبتحر عشان ييموت عشان يعني مقدم روحه الروح دي اقل حاجة وانا مفكر فيها اقل حاجة كان المقاتل بيفكر فيها هي روحه يعني دي فبالتالي اللي بيبيع نفسه ده كسبيل وطنه سقت منه حق انتصار هيحصاء حق العجازة وقد تم حق العجازة وقضى على كل محددات الحالة النفسية وفي نفس الوقت النصر كان حليفه والحمد لله احنا بنتباهى حتى الان بهذا الانتصار